هل تعتقد الأمر سيترك تماما إذا ما بدأت إيران بإرسال هذه الصواريخ أم من الممكن لطرف مثل إسرائيل أن يتصرف تجاه هذه القضية هذا السؤال أتمنى أن يطرح على المناظرة بين ترامب وهاريس الأسبوع المقبل نحن على مسافة سبعة أيام فقط من ذلك وأعتقد بعد الشكر على استضافة أخي أحمد أن الأنظار كله متجه نعم إلى واشنطن لأن ردات الأفعال الصادرة عن إدارة الرئيس بايدن بايدن هاريس هي التي تفسر الكثير مما يجري بمعنى قبل قليل تم الإعلان أنه يوم الجمعة ستعلن ما هي الخطة التي وصفت بالأخيرة التي تقدمها إدارة بايدن لأجل وقف هذا النزف من الدماء على جربي الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة وفي هذه الأثناء أيضا وبالرغم كل ما يجري من مباراة ضد نتنياهو وتصريحات ضد نتنياهو في هذا الوقت يقول وزير الدفاع الذي انتقده على نية بأنه علينا أن نفتح جبهة الشمال في إشارة إلى حزب الله فهل ما يجري فيما يتعلق في إيران التي تحرك كل هذه الأذرع هل يعقل أن يتم في غفلة من الاهتمامات الأمريكية قطعا لا الصور التي أظهرتها لـ Situation Room غرفة بحث الوضع الحساس دائما في البيت الأبيض أظهرت من ضمن الحضور إلى جانب الرئيس بايدن بعد أسبوعين من الإجازة والاستجمام على الشواطئ من كاليفورنيا إلى دولاوير أظهر معه وزير الخارجية مدير السياي وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت موجودة في هذا الاجتماع وفي الاجتماع كان الحديث عن أنه دائما يتم التركيز على عدم السماح لهذه الحرب في الشرق الأوسط أن تبتد الآن ليس فقط فشلة إلى حد ما هذا الخيار لا بل واشتبكت حربان حربان يعني شهدناهما في إدارة الرئيس بايدن وهي حرب أوكرانيا وحرب غزة مما يعني أن أي تطور فيما يتعلق في الملف التسليحي يسجل نقاط إضافية عند الرئيس ترامب عندما مزق هذا الاتفاق الذي تباه به براك حسين أوباما بأنه استطاع أن يكبح جماح إيران للحصول على قم النووية الذي حصل أنها اقتربت أكثر وفي الملف التسليحي الصاروخي الباليستي تحديدا ها هي تنتهك صراحة وكيف تنتهك هذا القرار تنتهك عبر روسيا وهذا الذي يزيد من حرج إدارة الرئيس بايدن لأن هذا تحدي صارغ في ملفين ملف شرق أوسطي وملف أيضا الحرب الأوكرانية وخاصة وأختي في هذه المقاربة أنه كما أشرتهم في معرض السؤال أنه هذه مقابل تلك بمعنى تزودون زيلنسكي بطائرات F-16 وبمظومة صاروخية وتريدون أن يضرب العمق الروسي بموافقة وبأسلحة أمريكية وأوروبية نحن أيضا قادرين على خلط الأوراق ومع من؟ مع إيران في العهد الذي يقول فيه الرئيس الذي سميناه بإنه إصلاحي بأنه يريد أن يود يد صداقة للجميع ويعني بذلك الجميع كما أوضح مرارا وهو يقول أنه سيكون مختلفا عن الرئيس الراحة الرئيسي نواجه حقيقة نفس الوجه نفس الوجه الإيراني محاولة لخلط الأوراق التصعيد لابتزاز إدارة للأسف ضعيفة وتقود بارتباعك ترجمة نانسي قنقر